اعلنت مجموعة دايملر الالمانية لصناعة السيارات وقف انشطتها التجارية في ايران بعدما اعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران واعلنت متحدثة باسم المجموعة في بيان انه تم تعليق انشطة الشركة في ايران امتثالا للعقوبات المطبقة مضيفة ان دايملر تراقب التطورات السياسية عن كثب وتضع خطوة دايملر حدا مفاجئا لخططها الهادفة الى التوسع في ايران حيث وقعت اتفاق تعاون مع شركتين محليتين لتجميع شاحنات مرسيدس بينز ويأتي قرار المجموعة الالمانية في وقت دخلت العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران حيز التنفيذ بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النموي